السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معكم محمد في هذا الفيديو سأريك كيف نعمل هذا التصميم باستعمال الفوتوشوب لذلك بدون إضالة لعونا نبدأ في هذا الشرح أول شيء افتح لير جديد ومن ثم اذهب على التكست واكتب التكست الكلمة التي تريد العمل عليها اضغط على كونترول تي وقم بتكبير هذه الكلمة هكذا اضحه بالشكل المناسب ثم اضغط على اوكي كما ترى أنا اخترت اللون الأزرق هنا لكن يمكنك أنك تختار أي لون تريد للتكست الخاص بك عند الانتهاء هنا تذهب على اللير الموجود هنا وتضغط مرتين حتى نضع له ستروك ستروك يمكن تغير اللون الخاص به من هنا أنا سأتركه أسود كما هو موضع ثم اضغط على اوكي ثم تذهب هنا على هذا اللير وتضغط مرة ثم تضغط على اولت وتسحب إلى الأسفل حتى يضع لك كوبي يعني دوبليكيت تذهب على الكوبي لير هنا وتضغط مرتين ومن ثم تنزع الستروك ويمكن أنك تضغط على اوكي وتضغط مرتين وتغير اللون إلى أي لون تريد مثلا سنختار الأبيض ثم نضغط على اوكي سنسحب هذا اللير حتى يصعد فوق اللير الأول كما ترى ويعطينا ذلك الأفكت بنفس التصميم هنا ثم لنضيف ذلك البراش على الأسفل نذهب هنا على اللير في الأسفل ونضغط هنا ثم نختار نيو لير هنا حتى يضع لنا لير في الأسفل ثم نذهب على البراش ونختار البراش ثم نذهب هنا ونختار 187 ثم نضغط Enter ثم نختار اللون البراش الذي نريد الرسم به مثلا سيكون أحمر بهذا الشكل ثم نقوم بوضع هذا البراش حول الكتابة بهذا الشكل عند الانتهاء إذا أردت يمكن أنك تضعت هنا على الكولر ثم تختار Hue Saturation ومن ثم يمكن أنك تغير اللون الخلفية كما ترى بهذا الشكل هكذا نقول أنك ترسمنا ذلك الرسم بسرعة تامة جدا ويظهر لنا بنفس الشكل إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في الفيديو ومتابعة القناة حتى يصلك كل جديد أراكم في حلقة مقويلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته